موسيقى منرجع لحضراتكم مرة تانيوم كمين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد واعتقد انه اصدار مجلس الشورى لقانون او اصدار مجلس الشورى لمناشط قانون السلطة القضائية عامل اشكالية طبعا ما بين نادي القضاء والجمعية العمومية وما بين مجلس الشورى ده غير كمان انه البعض يرى ان كثير من رجال النظام السابق السابق ابتدوا انه هما يحصلوا على البراءة لحد الوقت تقريبا تمانية من رجال النظام السابق حصلوا على البراءة وكثير من الدعوات للتصالح ما بين النظام الحالي وما بين النظام السابق او ما بين رجال النظام السابق المختصين تحديدا بالاقتصاد لانه البلد محتاجة ده وإذا كان ده في مصلحة البلد فلأ يعني دي برضو كلها أفكار مطروحة هنتكلم أكتر عن كل هذه التفاصيل مع الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم أستاذ رفعت صباح الخير أهلا بحررتك معنا النهاردة ورأي حررتك إيه في فكرة التصالح ما بين رجال النظام السابق وما بين النظام الحالي يمكن ثلاث قضايا اللي حضرتك أشرت اليوم دولتي يعتبر من أخطر القضايا التي تواجه بصر حاليا ومسيرة للجدل سواء بالنسبة للقانون السلطة القضائية أو موضوع أحكام البراءة أو موضوع التصالح نبدأ بالآخر زي ما حضرتك سألت بالنسبة للتصالح هو هذه الأفكار كانت قد طرحت نظرا لثبوت صعوبة استرداد الأموال من لدى كثير من الهاربين أو من رجال الأعمال في الداخل المحبوسين بعد صورة 25 يناير ولهم أموال في الخارج ويصعب حصول على هذه الأموال بما فيهم الرئيس المخلوح حسني وبارك نفسه بالنسبة للأموال المدعة باسمه في الخارج نحن لا نعرف مكانها حتى هذه اللحظة ولا حجمه فطرح عملية لماذا لا نتصالح مع مثل هذه الرموز بس في مقابل التنازل عن الدعوات القضائية أو الملاحظة القضائية بالنسبة لهم وكان أبرز نموذج كان صار حوله الكلام والجدل هو موضوع حسين سالم عندما عرض التنازل عن 75% من ممتلكاته داخل جمهورية مصر العربية و55% من ممتلكاته في الخارج مقابل عدم الملاحظة القضائية ويعود إلى مصر هو أولاده وزوجته لكن من النحية القانونية الرافضة لهذا التصالح بتؤكد أن هذا خطأ قانوني لأن أولا لا يوجد تشريع في مصر حتى الآن ينظم عملية التصالح المطروحة من قبل البعض نمرة 2 كيف سأتنازل عن كل القضايا قد يكون فيها قضايا جنائية وخلافه بالنسبة للمتهم إذا رد الأموال اللي عليه أو المتهم بتهريبها للخارج ده هيفتح باب خطير جدا لحالات أخرى بعد ذلك قد يكون عندها استعداد لارتكاب جرائم الاستيلاء عن المال العام أو ارتكاب جرائم أصلا تضر بالاقتصاد القومي ولما يقع يقول أنا هتصالح ورد كل الأموال إذا ما وقع شيء خلاص وبالتالي هذا مبدأ خطير جدا وعشان كده المبدأ القانون الذي يقول لا تصالح إلا من خلال القانون اللي موجود مهما كانت درجة خسارتنا للأموال اللي في الخارج المهربة اللي احنا ما نعرفش هي حجمها إيه ولا فين إذا ما كناش نظر نجيبها بس لا نتنازل على سيادة القانون في هذه القضية لأن إذا كنا هنكسب من وراء عملية التصالح دلوقتي عدة مليارات ونحن في أشد أكبر بكثير جدا بعد ذلك من خلال الشخصيات ستجد أن عملية التصالح هنا وسيلة لها لكي ترد الأموال التي تم اكتشاف أنها هربتها أو استولت عليها وخلافه ولهذا الرأي القانون الأصوب هو رفض عملية التصالح ما دام هذا لا يتم إلا من خلال القانون ولا يوجد تشريعي تحيي لذلك وبالتالي ما هذا المبدأ مرفوض لأنه هيفتح باب جهنم بصرف النظر عن المكاسب المادية الشكلية التي قد نجميها دلوقتي في الأيام القادمة بس هل حالتك شايف أن حصول كثير من رجال النظام السابق على البراءة؟ لحد دلوقتي تمانية تقريبا منهم حصلوا على البراءة؟ وغيرهم ما يحصل وغيرهم طبعا إذا مظلمين حقهم أنه هما يحصلوا على البراءة؟ أولا ده لا يمس القضاء في شيء على الإطلاق أولا زي ما حضرتك عرفوا السادة المشاهدين كلهم بعد صورة 25 يناير تكاد تكون الدولة نهارت تماما وليست هناك أدلة وبراهين دامغة توضع أمام القاضي عشان يحكم على سين أو صاد بكذا القاضي لا يعرف أحد لا يعرف إلا القانون فإذا لم تقدم له الأدلة والأسانيد والبراهين التي تؤكد صحة الاتهام الموجهة إلى سين أو صاد يحكم بالبراءة مع أن هذا المتهم يكون فعلا مرتكب هذه الجرائب بس القضاء ما عنده أدلة أو أوراق وبعدين حتى لو قضى قاضي الدرجة الأولى بحكمه معين مع أنه قد لا يتفق وصحيح الأوراق الموجودة قدامه لأنه عارف أن سين أو صاد مرتكب هذه الجرائم أو الأخر فمن حق المدع عليه أنه ينقض الحكم أمام دائرة أخرى ودائرة أعلى وبالتالي هتحكم له بالبراءة لأنه لا يوجد أي أسانيد وبرهية طبيعة مرحلة فنتحملها بحلوها أمورها أما الجزء الخاص بمجلس الشورى قبل أن ندخل لمجلس الشورى لسا نخلصت الجزء الأول أنه هل حدثك تتوقع بعد حصول الكثير وحدثك قلت أنه كمان لسه في غيرهم هنحصلوا على البراءة النظام الحي ممكن يسمح للناس دي مرة أخرى بتوجدهم على الساحة إذا كانوا رجال أعمال إذا كانوا من أهم المؤسسين الاقتصاد المصري بشكل عام بعد حصولهم على البراءة يعني مثلا عندنا المهندس رشيد ترفع اسمه من على قوام الممنوع من الصفر بالزبط كده أو ترقب أو الوصول هل ممكن أنه النظام الحالي يسمح مرة تانية لهؤلاء الأسماء أنه يكون ليهم تواجد على الساحة الاقتصادية المصرية وأعتقد أن ده ممكن يكون شكل آخر من أشكال التصالح لا أشوف أقول لحضرتك حاجة يجب أن نفرق ما بين شيئين اتفهم الجانب الأول هو مدى الاستعداد النفسي أيوة للمتهم أو الذي كان متهما وثبت براءته لأنه لم تكن هناك أدلة وبرهين ضده أنه يعود للحياة خاصة صانب السياسية أو الاقتصادية أو الاقتصاد بعد ذلك تمام فمدى الاستعداد النفسي ده هنا اللي يحدد بالنسبة للشخص نفسه ده يخصه ده يخصه الجانب الآخر بالنسبة للنظام الحالي مادم لا يوجد هناك أي مستندات أو أدلة أو اتهمات أخرى جديدة ضد حد فمن حقه أنه يمارس حياته تماما ويستثمر أمواله لكن في نفس الوقت الجو العام بالنسبة لمشهد السياسي المضطرب قد لا يتيح لمثل هذه الشخصيات أنها تتشجع وتعود إلى الحياة الاقتصادية أخرى خوفا من القائمين على النظام الحالي منهم يبقى روح الانتقام تكون ما زالت موجودة لديهم وبالتالي يبدأوا يؤثروا عليهم بالسلب وعشان كده احنا بنقول عايزين من خلال ثورة 25 وبعد نجاحها أن احنا نفتح صفحة جديدة مثلما فعلت جنوب إفريقيا وتجاوزت عن كل أخطاء الماضي وبدأت تتيح لكل القوى المختلفة في المجتمع أنها تبدأ تنتج وتعود إلى الحياة مرة أخرى ويحدث هناك النوع من التسامح والتصالح ما بين طواقف المجتمع المختلف أما استمرار عملية التخوين وتشويه الصورة والاستمرار أن أكون فصيلا واحدا فقط أنا الذي أديره البلاد وغيري قد أوجي له تهم تصل إلى درجة الخيانة والتشويه فأعتقد أن هذا لن يكون في صالح مصر بشكل عام وفي صالح القائمين على النظام بشكل خاص وفي توقعات حضرتك أستاذ رفعت أنه حضرتك يعني أسمت الموضوع لشقين الشق الأول وهي إحساس الشخص نفسه والنظام الحالي في توقعات حضرتك بحكم معرفتك بالطرفين ومعايشتك للطرفين تتوقع أنه الشخص نفسه بأساميهم يعني إحنا كلنا عارفينهم هل ممكن يكون عندهم استعداد لده وتتوقع أيضا أن النظام الحالي سيسمح بده أعتقد أنه يعني هيرجعوا للحياة الطبيعية بشكل يعني معقول إلى حد ما وأن النظام الحالي ليس من مصلاته الصدام مثل هؤلاء لأن إذا بدأوا العمل وعادوا للعمل مرة أخرى مثل هذه الشخصيات سيكونوا إضافة للاقتصاد المصري ما داموا ملتزمين بتنفيذ القانون والضوابط الموجودة في المجتمع جميل ننتقل بقى دلوقتي لقصة مدرس الصورة ونادي القضاء والجماعية العمومية شوفوا أقول لحضرتك حاجة أنا الآن جدا دلوقتي خلال الأيام القادمة بسبب الاضطراف في هذا المشهد الذي حدث بشكل غير متوقع في موضوع أزمة القضاء لأن كما نتذكر عندما دعت القوى السياسية ذات الطيار الإسلامي وفي مقدمتها جامعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات يوم الجمعة المعروفة بتطهير القضاء وهذا نوع من الحصار للمبنى الخاص بالهيئة القضاء أو الهيئات القضائية المختلفة ممثلة في ضار القضاء العالي وبعدها مباشرة ترح إمكانية مناقشة ما يسمى بقانون السلطة القضائية وكان الهدف من الذين طرحوا هذا المشروع على مجلس الشورى في البداية هو تخفيض سن القضاء من 70 إلى 60 سنة للإطاحة بحوالي 3500 من شيوخ القضاء الذين يمثلون مشكلة بالنسبة لنظام الحكم الحالي من وجهة نظره لكن عندما حدث نوع من الانتفاضة من مختلف الشخصيات القضائية في مصر التقى الدكتور محمد مرسي بكل رأساء الهيئات القضائية في رئاسة الجمهورية ووعدهم جميعا بأنه لن يناقش أي مشروع دم مجلس الشورى إلا بعد موافقة القضاء عليه وأن نبدأ في الإعداد لما يسمى بمؤتمر العدالة وهو هيحضره شخصيا ويجب أن نبدأ أن نعدله من دلوقتي في جلسات تحضيرية وعلى أن يعقد بعد شهر من الآن ونناقش كل شيء خاص بالقضاء وخاصة لو مشروع بينقش قانون السلطة القضائية يعني مشروع بيخصهم ومأصحاب الشأ فاستبشروا خيرا والأمور هديت تماما وأعلن نادي القضاء اللي يمكن السلطة السياسية بتنظر إليه كأنه نادي متمرد على الواقع السياسي الحالي ارتضوا جميعا ذلك فجأة من 48 ساعة مضت فجئنا بتلت طلبات تقدم بشكل عاجل أمام مجلس الشورى لمناقشة مشروع السلطة القضائية ليس هذا من المنطق يعني كيف يناقش المشروع مجلس الشورى وهناك مؤتمر سيعقد بعد شهر من الآن على حد أكثر ويحضره رئيس الجمهورية ليضع اللمسات النهائية بتاعة مشروع السلطة القضائية فهنا ظهر وكأنه نوع من لي الزراع للسلطة القضائية من ناحية ومن ناحية التانية التكشير على الأنياب بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا التي ستناقش مصير مجلس الشورى في بداية يونيو القادم والجمعية التأساسية لأن الطاني الذي كان مقدما ضد مجلس الشورى والمطالبة بحلها كان أمام المحكمة الدستورية العليا كان لو لا صدور ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل رئيس الجمهورية وحصن قراراته وحصن مجلس الشورى من الحل كان مجلس الشورى هيتحل في ذلك الوقت لأن العوارل الموجود فيه أو العوارل الموجود فيه قانون انتخابه هو نفس العوارل الذي كان موجودا في قانون مجلس الشعب انتخابات مجلس الشعب والذي تم على أساسه حل مجلس الشعب فلكن بعد صدور الدستور الجديد وتحصين مجلس الشورى أصبح هناك جدل هل برضو المحكمة الدستورية من حقها أنها تصدر نفس الحكم على مجلس الشورى وحله لأن به نفس العوار اللي كان موجود في مجلس الشعب ولا الدستور الجديد حصن مجلس الشورى كما هو منصوص عليه وبالتالي أصبح دلوقتي الانتفاضة السريعة التي حصلت من مجلس الشورى أولا من وجهة نظر الشخصية ووجهة نظر الكثيرين أحرجت رئيس الجمهورية ذاته لأن مجلس الشورى أصبح كأنه ماشي في اتجاه معاكس تماما لما اتفق عليه رئيس الجمهورية مع رؤساء كل الهيئات القضائية في مصر فلابد أن يكون هناك تنسيق ما بين مجلس الشورى وبين رئاسة الدولة وبين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والهيئات القضائية لكن ما حدث في مجلس الشورى زاد من حجم الاحتقان مما دفع كل الهيئات القضائية إلى تعليق كل الجاسات التحضيرية الخاصة به طبرة عدلة ورفضوا تماما المشاركة فيه وأنا أقول أنتظر ما ستفعل مجلس الشورى لأن من وجهة نظرهم مجلس الشورى ليس من حقه أن يناقش مثل هذا القانون وإذا تم الاتفاق على مشروع قانون يعرض على البرلمان القادم البرلمان الجديد لأن مجلس الشورى مهمته طبقا للدستور أنه مجلس تشريعي مؤقت ينظر الأشياء العاجلة وبالإضافة إلى أن مشروع خاص بالسلطة القضائية لا يناقشه إلا البرلمان لأن مجلس الشورى حتى عندما أخذ صفة التشريع المؤقت إحنا ما انتخبناه عشان يشرع وعدد الذين انتخبوه لا يزيد عن 7% من إجمال عدد الناخبين بالإضافة إلى أن التشكيل الموجود داخل مجلس الشورى لا يعبر إطلاقا عن طواقف المجتمع المختلفة وأصبح ما يقرب من 92% من أعضاء ومن ممثل طيار الإسلام السياسي ومن هنا إذا استمر مجلس الشورى في هذا الخط واستمراره في مناقشة مشروع السلطة القضائية وبشكل عاجل وكأنه أزمة مصر الكبرى العاجلة والتصدي أو الصدام مع السلطة القضائية أعتقد أنه سيكون هناك حراك ثوري ضد هذا سواء من القضاء أو من كثير من طواقف المجتمع المختلفة لأن هذا لا يتفق وروح التضامن ونحن كلنا نبوا مع بعضنا وروح نحن نتعاون اللي المفروض توجد في المرحلة المقبلة عشان نعدي بمصر إلى بر الأمان أما الاستمرار بهذه الصورة في العناد والإصرار على الصدام مع السلطات القضائية والإعلام وغيره أعتقد سيؤدي إلى نتائج عكسية سلبية وسيئة جدا على مصر أكيد رأي حدرتك إيه في رأي أو في تصريح رئيس نادي القضاء المستشار الزند فيما قاله عن قرارات الجمعية العمومية بأنها طمأنة الكثير من القضاء وأنه هي طبعا مع رأي نادي القضاء قلبا وقالبا يعني مع بعض المحاكم اللي بتخلفهم الرأي شوفوا الله حدرتك يا جمال العمومية الخاصة بمحكمة النقد هي التي أكدت في البداية على أنها تعلق أعمال الجاني التحضيرية لمؤتمر العدالة اللي كان مزمع إقامته بعد يمكن عشرين يوم أو خمس عشرين من يوم الآن لكن كل الهيئات القضية بما فيها المجلس الأعلى للقضاء اتفق على ذلك وأصبح القضاء كلهم دلوقتي على قلب رجل واحد حتى أنهم بدأوا يتجهون إلى ما يسمى بتدويل القضية لأن وجدوا أن هناك نوع من التشويه لصورة السلطة القضائية سيؤثر بالسلب على الواقع الاقتصادي في مصر سيجعل المستثمرين العرب والأجانب وحتى المحليين ينظرون إلى أن استمرار السلطة السياسية في تشويه صورة القضاء والتهجم عليهم ومحاولة التشكيك في نزاهة القضاء المصري سيجعل الجميع يشعر بعدم وجود قضاها عادل في مصر بالإضافة إلى أن عملية تدويل القضية ليس فيها خطأ كما يدعي البعض لكن هو لجوء إلى المؤسسات القضائية الدولية الأخرى للتدخل لدى السلطة السياسية في مصر للتوقف عنه على الهجوم على القضاء وأعتقد كما قال الكثيرون أن ما حدث خلال التمانية واربعين ساعة الماضية وما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة إذا لم يتراجع مجلس الشورى عن الاستمرار في فرض قانون للسلطة القضائية يكون هدفه تصفية أو عمل مسبحة لـ 3500 قاضي أعتقد أن هذا سيدفع صندوق النقد الدولي على سبيل المثال على عدم إتمام القرد الذي وصلنا إلى ما يقرب إلى النقاط النهائية في الاتفاق عليه بالاقتراض دي أربعة وثمانية من عشر مليار دولار أستاذ رفعة فياض مدير تحيير أخبار اليوم باشروحيك الفانديم على وجودات معنا النهاردة أعتقد أنه التصالح والتوافق شيء مهم جدا في المرحلة الحالية اللي بنمر بيها واللي مصر بتمر بيها وأعتقد أنه كفانة سراعات داخلية ونركز أكتر في سراعاتنا الخارجية واللي هي أفتكر أنها أهم بكتير جدا خلينا نروح لفصل ونرجع نستكمل فقراتنا خليكم معنا